موسيقى السلام عليكم اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سنحاول نوريكم كيفاش يمكن لكم تحدو الأطروحة في القولة الفلسفية اللي كتعتاكم في المتاح الوطني بالنسبة للقولة اخوان الأطروحة ديالها بسيطة بزاف خاصة تركز معي علاش؟ لأن الأطروحة ديال القولة هي نيد ديك الجملة اللي كيكونوا عاتينها في القولة غيكا نحاولو نسيغوها بوحد طريقة ليمزيانة صافي من الأحسن نجنبو اننا نزو ديك الجملة ونكتبوها اياند يعني نديرو كوبيكول ونحطوها اياند في الأطروحة من الأحسن يا اخوان ولكن لاجتكم محت صعوبة بالغة ماشي مشكل حتى كثماية أنا غانخدم لكم على مجموعة من الامتحانات الوطنية السابقة باش يباليكم كيفاش كنحضو الأطروحة ناخدو هاد الميتال هذا ليس غير مستعصيا على المعرفة هنا قالوا لنا بان الغير ماشي صعب باش نعرفه بمعنى المعرفة ديالو راها سهلة راها بسيطة بمعنى معرفة الغير غتكون ممكنة ماشي مستحيلة او مستعصية صافي شوفوا كيفاش غادي نخدم تركزوا القولة على الطروحة مركزية مفادوها ان معرفة الغير ليست مستعصية لانهم قالوا لنا ليس الغير مستعصيا هالمعرفة شفتو كيفاش صغطها حاول تلعب على ديك الجملة وحاول تنسي غاب الطريقة ديالي صافي اخوان ناخدو مثال اخر لا يتحقق وعي بذاتي الا بوجود الغير هنا قالوا لنا بان الوعي بالدات ديالي انا ما يمكنش التحقق لما كانش الغير لما افردش الوجود ديالو ذاك الغير صافي شوفوا كيفاش غادي نكتبها تركزوا القولة على الطروحة مركزية مفادوها ان الوعي بالدات لا يتحقق الا بوجود الغير يعني نفس الجملة غي سختها بطريقة ديالي ناخدو مثال اخر ان غاية الدولة هي الدولة نفسها انا شنو نكتبو تركز القولة على اطروحة مركزية مفادوها ان الدولة غاية في ذاتها نشوفو مثال اخر تعلمني نظرة الغير الي تفحص مشاعري والحكم على افعالي تركز القولة على اطروحة مركزية مفادوها ان نظرة الغير للدات تعلمها تفحص مشاعريها والحكم على افعالها دوك اخوان هذه هي الاطروحة الاطروحة رأي لها نقطة في المتحى الوطني والشرح ديالا عليه نقطة دوكادشي دابالي درنا رغير اطروحة مازال خسنا نشرحوها كيفاش غادي نشرحوها انا نعطيك عبارات اللي ممكن تستعملهم باش يمكنك تشرح الاطروحة ديالك هنا ادنا ليس الغير مستعسية المعرفة ادنا الاطروحة تركز القولة على اطروحة مركزية مفادوها ان معرفة الغير مستعسية باش نشرحوها غادي نكتبو اي وغادي نبدوك نشرحو اي كده وكده وكده سافي بيتي تكتب عبارة اخرى ممكن تكتب ويمكنه تفصيل القول فيها على النحو الاتي وتبدك تشرح ديالك الاطروحة ديالك سافي بمعنى غادي تشرح لهم كيفاش المعرفة ديال غير كتكون ممكنة بمعنى غير مستحيلة سافي اخوان بالنسبة لشرح الاطروحة ركا تعتمدل الاسلوب ديالك حاول تشرح بالاسلوب الخاص ديالك انا غادي نقول لك لالقيتي واحد صعوبة باش انك تشرح الاطروحة يعني المستوى ديالك عادي ما كتقدرش تتبر بالاسلوب ديالك اشنو غادي تدير غا تاخد شي فيلاسوف لي كيكون متافق معدل الاطروحة هادي مثلا ماك شيلر ولا هوسرل بجوش كيقولوا لنبي انا معرفة غير ممكنة كتحاول تثق منهم افكار وكتوسع بيهم ولكن ما خاسكش تذكر الاسم ديالهم وكذلك ما خاسكش تدير كوبي كل الافكار لانك تحتاج الموقف دياله في المناقشة سفي اخوان دوك هادشي اللي كان كنت من ان شاء الله التوفيق الجميع لي عندو شي سؤال يخليلي تحت للفيديو هذا وغادي نجاوب علي بتوفيق الجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة